في اطار دعم سموه الدائم والمستمر لكافة ما يتعلق بالثقافة العربية لسيما في مجال الشعر حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة حفلة كريم شعراء العرب الفائزين بجائزة القوافي للعام الفين واثنين وعشرين وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي الحفل حضره ايضا كل من عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة ومحمد الزعابي رئيس دائرة التشريفات وعلي المر رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي وعدد من المسؤولين والقائمين على مهرجان شارقة للشعر العربي وجمع من الشعراء والادباء والقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة ترحيبية في مستهل الحفل قال فيها سموه لأنه رحب بكم في الدارة والدارة يعني ما معناها البيت وكل ما فيها كان في الدارة فازدحمت الدارة فنقلنا هنا وفي كثيرين يريدون البحث والاطلاع على المقتنيات الموجودة فأثرنا أن نضعها في هذا المكان أتأكدوا أنكم لستم في إدارة وإنما في الدارة وهي الأقرب لي شخصياً يعني فنرحب بكم مرة ثانية وهي بها كثير من النفائس في العلم والمعرفة والمقتنيات ولا أقول مقتنيات يعني التي امتلأت بها المتاحف وإنما مقتنيات معظمها وثائق ومخطوطات وأبحاث وما دام الشعر هو في هذا المجال فهذا أجمل مكان له لأن هذه الدارة قريبة إلى القلب فإذا أنتم على شغاف القلب نرحب بكم مرة ثانية شكراً ثم تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم شعراء الفائزين وهم محمد العزام عن قصيدة طرقت بابك ومحمد خميس عن قصيدة الوجه الثالث لذاكرة الشمس تسلمها بالنيابة عنها الإعلامي والشاعر رعد أمان وحسن قطوسة عن قصيدة أغنية أمام السور وحازم مبروك عن قصيدة لآخر ركعة وناهد شبيب عن قصيدة مكابرة وسعود اليوسف عن قصيدة ما قلت لك وعصام البخيت عن قصيدة يأس فأمل وخالد بودريف عن قصيدة البحث عن الظل وحوراء الهميلي عن قصيدة حداء على شفة الربابة وحسن الزهراني عن قصيدته أبجدة وخديجة السعيدي عن قصيدتها انبثاق وختاما الدكتور عبد الرزاق الدرباس عن قصيدته متسربل بالحلم عقب ذلك ألقى شعراء المكرمون والفائزون بالجائزة مقتطفات من قصائدهم المختار أمام صاحب السمو حاكم الشارقة متناولين في أشعارهم مواضيع مختلفة كالوطن والحزن والأخوة وغيرها ثم وجه صاحب السمو حاكم الشارقة شكره وتقديره للشعراء المكرمين قائلا سموه شكرا لجميع الحاضرين هذا الملتقى ولقد كشف الأستاذ رعد أمان أن هذه الاختيارات أنا الذي قمت باختيارها فأعتذر على الذين لم يحافظ يحافظهم الحض بل يتأكد كل واحد أن هذه القصائد كلها والقوافي كلها لم تصل إلى الدائرة إلا في نهاية شهر ديسمبر وعلى مدى السنة أنا معكم أردد هذه القصائد على مدى السنة فقد حفظت معظم لا أقول بجاملة ولكن كان ذلك غذاء للروح هذا الغذاء الذي استطعتم أنتم بإمكانياتكم أن تضعوه على الورق فشكرا لمن حالفه الحض ونعتذر لمن لم يحالفه الحض ولكن أمامنا قوافي كثيرة تأتي فلنا لقاء إن شاء الله مثل هذا اليوم في هذا المكان إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا العمر لذلك اليوم ونكون قد احتفلنا بإثنى عشر شاعر إن شاء الله يكونون من اختيارنا إن شاء الله وأرجو أن الجميع يدعو لنا بالتوفيق في الاختيار وشكرا عقب الحفل استحب صاحب السمو وشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشعراء المكرمين وضيوف الحفل في جولة في أقسام ومقتنيات دارة الدكتور سلطان القاسم المتنوعة كما قدم الحضور شكرهم وتقديرهم لسموه على تشريفهم وتكريمهم ودعم سموه لمختلف ضروب الثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر